التحدي الأول والأكبر الذي سيواجه الإطار التنسيقي في المحافظات هو وجود معارضة متمثلة بالتيار الصدري على الرغم من سيطرته على محافظات الجنوب والعاصمة لتشكيل حكومتها المحلية بعض قوى الإطار التنسيقي تضم أحسابا كبيرة تقليدية تعرضت لصدمة العزفة الجماهيري حيث لم تحصل هذه القوى كافة إلا على نحو مليون ونصف المليون صوت في الانتخابات المحلية الأخيرة وهي نسبة كافية للحصول على شرعية انتخابية لكن لا يمكن أن تمنح هذه القوى مشروعية سياسية فالمشاركة الجماهيرية في الانتخابات مهمة جدا للحصول على المشروعية السياسية أما التحدي الثاني فهو القيادات الجديدة من المحافظين الذين حققوا نجاحا فاق كل القوى السياسية الشرعية في بعض المحافظات وفي مقدماتهم أسعد العداني وجاسم القطابي ومحمد المياحي والتحدي هو ليس في تنصيب المحافظ ورئاسة المجلس في المحافظات بل في تصدرهم كزعامات شعية جديدة حضيات وثقة الجمهور الشاعي الخلافات بين القوى الإطار واضحة على المغانب والمكاسب وكل حزب يريد حصة الأسد خاصة فيما يتعلق بنتائج دولة القانون بزعامة المالك وتحالف نبني الذي يضم أحزابا تملك أجنحة مسلحة إذا فشل الإطار بتحسين الواقع الخدمي للمحافظات الجنوبية التي تعاني من تراجع كبير في الواقع الخدمي والاقتصادي وفي توفير فرص العيش الكريمة لسكان تلك المحافظات سينقلب الشارع عليه وخاصة من قبل الصدريين والتشرينيين وبالتالي تدخل البلاد أزمة معقدة لا حلول فيها اشتركوا في القناة